السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا التسجيل السريع إن شاء الله راح أعلمكم خطة عمل كيف كل واحدة فيكم أو واحد فيكم يصل لأهدافها طبعا أول خطوة وأهم خطوة نبيها منك أنك أنت تحدد كم الدخل اللي أنت أو أنت تطمحين أنك تصلون له على المدر القصير 4 إلى 6 شهور من الآن وبعدين نوريكم طبعا هذا هدف هذا الدخل راح يكون أكيد يعني الترقية هي اللي راح تجيب الهدف هذا ورح نعلمك كيف تصلين للترقية هذا خلال الفترة القادمة قصيرة المدى وبعدين من خلال هذا الترقية اللي تصلينها ممكن نطور هذا الهدف للطموح أكبر بحيث أن يصير عندك هدف طويل المدى على مدى السنة سنتين من الآن تمام إن شاء الله اليوم راح أعلمكم كيف تصلون راح أضرب لكم مثال مثلا شخص الآن أغلب الناس يدخلون معنا ببزنز هذا دائما الطموحين منهم يحبون إنهم يصلون لترقية المانيجر في خلال 4 إلى 6 شهور فرح أضرب لكم هذا المثال اللي هو دخل تقريبا 6,000 7,000 درهم أو ريال بشار حلو دخل حلو جدا وترقية جدا مناسبة ممكن الواحد وأغلبنا أصلا هذه هي الفترة المناسبة اللي ممكن الواحد يصل لها بمعدل 3-4 إلى 6 شهور من الآن طبعا عشان أحدد لكم الخطة لازم الخطة هذه أكيد جاي معها نشاطات روتين يومي فعشان كده راح أنا أرسم لكم بالصفحة نفسها أقسمها إلى إلى أربع أجزاء وهذه الأربع أجزاء هي اللي راح تكون أساس راح أعلمكم فيها كيف أسوي أساس قوي لبيزنز ناجح إن شاء الله يوصلني الهدف في قصير المدى وأيضا يوصلني الأهداف أكبر بكثير إن شاء الله طبعا أول قسم راح نتكلم عنه أو أول زاوية اللي هي كيف أنا أحدد الهدف وحط خطة مناسبة توصلني لهذا الهدف تمام زين هذا أول أول زاوية ثاني زاوية اللي هي المرشحين طبعا أو فريق العمل كيف أنا أكون فريق عملي يساعدني للوصول لهذا الهدف تمام طبعا هاي الزاوية الثانية راح نتكلم عنه أيضا الزاوية الثالثة هي المنتجات أو المبيعات كيف أنا أسوي مبيعات توصلني لهدف لأنه الهدف هذا أكيد راح يكون زي ما غالبكم بعرف شغلنا مكون من يعني طريقتين طريقة اللي هو المبيعات وطريقة فريق عمل ونقاط راح تجي من خلال هذا الزاويتين فراح نتكلم عن كيف أنا أسوي إيش النشاطات اللي أقدر أسوي عشان أطبق الخطة للوصول للهدف اللي أنا حطيته تمام الزاوية الرابعة وهاي زاوية جدا مهمة هي تطوير الذات كيف أنا أطور من ذاتي وشخصيتي ومعلوماتي بحيث أني تساعدني هذه المعلومات للوصول إلى الهدف أوكي خلينا نبدأ بأول آآ أول زاوية اللي هي الهدف والخطة أول شي خلينا نحدد إيش الهدف زي ما قلنا احنا الزايد أو الخطة زي ما قلنا خلينا نأخذ مثال حق شخص أو سيدة ضموحة وحابة تصل الهدف تقية المنجرة بأربعة شهور لستة شهور خلينا أول شي إذا جتني واحدة بالطريقة هذه تفكير رائع عنده هذا الطموح فرح أرسم لها التايم لين بحيث التايم لين هذا أو خطة زمني كيف أنا أحدد لها أقول لها مثلا إحنا بشهر الثنين الآن فمثلا أربعة شهور من الآن ثلاثة أربعة خمسة هاي ثلاثة شهور هاي ستة أربعة شهور تقريبا و طبعا سنة من الآن هاي 12 شهر تمام 12 شهر أوكي طبعا إذا أنت الآن طبعا أو أنت إذا وصلت الآن لترقية المنجر وهو زي ما قلنا نحنا المنجر يصل بمعدل أربعة شهور لستة شهور فمنجر في في أربعة شهور راح يصير طبعا الحلو إن الأربعة شهور هذه موسم عندنا في البزنس فهي أفضل أربعة شهور في السنة ممكن الواحد ذي ركز عليها واشتغل عليها ممكن بإذن الله يصل لهداف رائعة جدا وترقيات وحواف رائعة تمام إذا أنت وصلت لترقية المنجر خلال أربعة شهور قادمة طبعا في في الاثناشر الشهر القادمة يعني بعدها زي ما قلنا هنا راح يصير تطوير الهداف أكيد في نهاية السنة راح يكون راح تجيب أهداف أكبر فاللي جيب بس عشان أوريكم الصورة البعيدة أو الكاملة الهدف حق أربعة شهور أو الشغل اللي راح تتويه أول أربعة شهور نهاية السنة أو على سنة من الآن راح يصير نتيجة شغلك هذا يأما سينير منيجر سينير منيجر اللي هو منيجرين تحتي يعني في معدل الدخل راح يكون 12000 لـ 15000 درهم بالشهر أو ريال أو راح يكون إذا كان إذا كنت أو إنتي كنتي عندكم طموح عالي وحطيت وستثمرتم وقت أطول ومجهود أكبر تركيز على هذا الهدف ممكن راح تطلعون خمس منيجرات بفريق عملكم تساعدونهم يصيرون منيجرات وهنا دخلكم ممكن يتراوح بين 25000 لـ 30000 درهم أو ريال بالشهر دخل رائع تخيلوا خلال سنة من الآن ممكن يصير هذا الدخل طبعا كيف أقدر أسوي طبعا زي ما قلت لكم الفرق بين السينير منيجر وفريق سورين منيجر بسنة من الآن هو يعتمد على التركيز أو يعني بيكون مجهود مضاعف أو زيادة أكثر عن الشخص اللي يجيب سينير منيجر فكل واحد على حسب طموحها طب إيش إيش الخطة هل أقدر أوصل طبعا قبل ما نفكر بالسينير وصون منيجر حلو إن أحطهم كخطة بعيدة المدى بس قبل ما نفكر أكيد في الخطوة القبلها البديهية القبلها إنك أنت تصيرين منيجر هي إنك أنت تساعد أربعة إلى خمسة أشخاص من فريط عملك إنهم يصيرون سوبرفايزرات حلو واضح الفكرة هذه تمام طب أنا كيف أصير سوبرفايزر عشان أعلمهم عشان يصيرون سوبرفايزرات هذا هو المطلوب منك الآن يعني أول خطوة في الترقيات هذه إنك أنت تصير أول شي سوبرفايزر وكيف تصير سوبرفايزر هذه رح أشرح لكم عنها إذا أنت صرت سوبرفايزر خلال الشهر هذا ركزت عليه حتى لو اليوم بدأت وركزت إنك خلال شهر أثنين تصير سوبرفايزر أو شهرك الأول رائع بيكون بعدين عندك يعني ممكن تصل للمنيجر بثالثة شهور إذا أنت ما في مشكلة إذا أنت حاب إنك تأخذ وقتك ممكن شهرين من الآن يعني شهر أثنين وثلاثة بتصير سوبرفايزر هنا بعدين الموضوع رابع شهر ممكن تصل إلى المنيجر طمام تعلم الفريق عملك إنهم يصولون سوبرفايزر بعدين تصل إلى المنيجر طب إيش الخطة علمينة خلينا أوريكم الحين خطة حلوة جدا وأنا شخصيا استخدمتها وما شاء الله وصلت فيها إلى يعني وصلت فيها إلى أهداف كبيرة جدا وساعدت منيجراتي أيضا إنهم يصلون لتلقيات وحوافز رائعة الخطة هاي يسمونها خطة العشر النقاط يعني إنت الآن هنا أول بدأت مثلا خلينا نقول بدأت اليوم وعلى طول شريت النقطتين عندك وتلقيات أسيستن سوبرفايزر الآن إنت جاهز هذا الخطة تبدأ من الشخص اللي عنده أوريدي نقطتين أو شخص أوريدي أسيستن سوبرفايزر سويت شريت النقطتين حقينك الآن تبدأ تسوي النشاطات اللي راح أعلمك إياها بعد شوية وتبدأ تعرض فكرة البزنس عن الناس إذا سجلوا معاك أربع أشخاص كل شخص منهم شجعت وعلمت يسوي نقطتين لنهاية الشهر بيصير عندك أربع أشخاص كل شخص من نقطتين يعني هاي ثمانية فأنت في فبراير راح يكون عندك النتيجة نقطتين من عندك ثمانية عند فريق العمر بيكون عندك أشرة نقاط بداية رائعة جدا تمام طبعا الموضوع ما راح يوقف هنا هي العمل هذا مش شهر واحد هو إحنا قاعدين نبني أساس قوي لبزنس ناجح وممكن زي ما قلنا نحنا يصل إلى كمبدئيا أربع أشهر ستة شهور من آم ما يقارب ستة ألاف سبعة ألاف درهم أو ريال ونهاية السنة ممكن يجيب لنا خمستعش إلى 30 ألف فلازم يكون أساس قوي فطبعا هذه الخطة هي مش فقط خطة لشهر واحد هي خطة لثلاثة شهور متتالية يعني فبري وري مارج أوكي مارج وأبريل هذا الخطة على الأقل ثلاثة شهور من الآن راح تعتمدها إن هذا راح يكون روتينك أوكي إيش النتيجة النتيجة إذا أنت سجلت خلينا نشوف يعني النظرة البعيدة إذا سجلت أربع أشخاص خمسة أشخاص يعني كحد أدنى في الشهر راح يصير عندك في السنة سوري في ثلاثة شهور بعد ثلاثة شهور بيكون عندك تقريبا 12 شخص بفريق عملك يقولك إذا أنت سجلت بعدل 12 شخص في ثلاثة شهور أربع شهور بيصير عندك ما يقارب على الأقل أربعة خمسة شهور خمسة أشخاص قادة أربعة خمسة أشخاص خاص قادة راح يطلع منهم في نهاية السنة هذه الأربعة خمسة قادة هم المانيجرات اللي راح يصير عندك زي ما قلنا سورينج راح تصير هنا سورينج مانيجر وهذا القادة اللي بيكون بفريق عملك تمام طب وهذا اللي راح يوديك أو راح تكون نتيجته دخل ما يقارب اللي هو 25 إلى 30 ألف بشكل مبدئي بعدين أكيد راح يزيد طبعا خلال السنة هذه مش فقط راح يكون ترقية سورينج مانيجر في نهاية السنة لا أيضا راح في نهاية خلال السنة راح تجيب حافز السيارة حافز السفر الإيقل اللي هو حافز السفر الصغير وفي حافز السفر أيضا الكبير اللي هو الالغلوبال رالي كل الحوافز هذه راح تجيبها فيه خلال أول سنة من يعني كبداية وهذه راح تكون بداية رائعة جدا بحيث ان اللي يبدأ هذا البداية في اول سنة راح تكون راح يكون مشوارة رائعة جدا خلال ثلاث سنوات اربع سنوات ممكن يصل الى دخل رائع جدا وممكن يعني نفس الدخل الان انا اخذه ممكن يجيبه بثلاثة اربع سنوات سوري ويعني دخل يكون اكثر من مئة الف فشيء بداية رائعة طبعا هذه الخطة اللي انشرح فيها يعني انصح فيها الناس المتحمسين الطموحين اللي يبوني بدون بزنزهم بقوة ويصون لدخل رائع جدا في خلال فترة بسيطة لكن اللي مثلا يحاول ويمكن او مثلا وقته ضيق او عندنا اريدي مشاغل في عياته ويبي خطة اسهل او يعني مبسطة اكثر في خطة الخطة هذه خطة اللي هي ستة نقاط انك انت تسوي نقطتين وتسجل على الاقل شخصين هذه طبعا نشاطاتها راح تكون اقل من نشاطات خطة العشر نقاط فهذه اذا انت سجلت شخصين وانت سويت نقطتين هذه راح يصير عندك سوري هاي ثلاثة هاي اتنين زائد اربعة اتنين زائد اربعة هاي يصير تمانية نقاط فانت هنا راح تصير نتيجة هذا خطة اربع نقاط ستة نقاط سوري في الشهر وهذه راح ايضا تكون نتيجتها حلوة خمسة شهور ستة شهور مانيجر وبعدين ممكن في نهاية السنة ايضا راح تكون تلقيات اعلى وايضا ممكن تجيب حوافز ممكن حافز السيارة خلال السنة حافز السفر الايغل وخلال سنتين السنة البعدها ممكن تجيب اللي هو الجوبر والشيكات السنوية فالخطة العشر نقاط راح تختصر عليك اعتقد ان وقت يعني راح تجيك تجيب الحوافز او الاهداف الكبيرة اللي ممكن الناس يجيبونها بسنتين ممكن تجيبها بالسنة عشان كذا انا جدا متحمسة بالخطة هذه للخطة هذه طبعا الخطة الستة نقاط اذا انت سجيت شخصين بالشهر لمدة ثلاثة شهور هاي تقريبا ستة اشخاص ستة اشخاص يقولك اذا طلع منهم في نهاية السنة شخصين هاي تقريبا سينير اثنين منجر هاي يعني انت سينير منجر عشان كذا احنا قاعد نقول الناس المتحمسين زي ما قلنا يطبقون العشرة نقاط وقللي يعني زي ما قلنا احنا ايضا متحمسين لكن وقتهم او ما يقدرون يعني يعطون وقت طويل للبيزنس هذا ممكن ياخدون طبعا طب السؤال مهم جدا ايه كامل ساعة اقدر اعطي للبيزنس هذا عشان اطبق الخطة خطة عشرة نقاط او ستة نقاط انا اقول العشرة نقاط محتاج تركيز اكثر مجهود اكثر ممكن يكون وقت يعني لكن كل ما ركزت وطبقت واشتغلت نقول لك راح يكون نتائج حلوة طبعا خطة العشرة نقاط تحتاج لها لا يقل عن اربعة الى ستة ساعات باليوم وطبعا خطة الستة نقاط راح تكون اقل لكن زي ما قلنا احنا التعب هذا صدقوني راح يثمر ثمار رائع جدا خلال الاربع شهور ستة شهور من الان سنة من الان راح تشوف حياتك باذن الله تغير التغيير كبير جدا لان حققت من اول سنة اهداف كبيرة جدا تمام خلينا نحن ننتقل للزاوية الثانية اللي هي زاوية المرشحين طبعا كيف اسجل اربع اشخاص كيف اسوي نقطتين من بيعات هذه راح اشرح لكم اكثر في الزاوية الثانية والزاوية الثالثة ان شاء الله اشتركوا في القناة